بغض النظر عن نوع العمل للديرة ومهما كان حجم شركتك فإن زيادة المبيعات هو هام عشان عملك يكبر وينجح يعتبر يمكن هدف رئيسي من ضمن أهداف كثيرة يخطط لها أصحاب المشاريع لكن تقع البعض في بعض المحظورات وما يقدرون يحققون هذا الهدف شون ممكن أن تزيد مبيعاتك على طريقة علمية وتكون على خطوات ثابتة سنتعرف كل هذه التفاصيل عن هذا الموضوع مع ضيفنا فيصل محميد استشاري ومدرب في المبيعات أهلاً لك بالخير حياتي الله حياتي الله حياتي الله معنا لدي كل شيء في فلوس ومبيعات ترتفع وطاقة جميلة إيجابية والناس تتحمس تسمع طبيعي وحتى ذلك كان الشخص لديه مشروع لكن يقول خلأ أسمع يمكن أن أتحمس من الكلام الذي أسمعه وأقررني أبدأ مشروعي بالبداية كل شيء نستطيع أن نبيعه يفترض أن كل شيء بعضه كان فيه قيمة إذا كان المنتج هذا أو الخدمة هذه أو المفهوم الذي الشخص يفكر أن يبيعه يضيف قيمة حق الأشخاص أو يحل مشكلة معينة إذن يتم بيع عادي ولكن البعض ممكن يطلع فيه أحيانا نشوف وايد من المشاريع يكون فيه ترند عالي عندهم في بعض القطاعات فوايد من أصحاب المشاريع يقول أنا أريد أن أطلع بهذا القطاع وأحاول أبيع المنتجات أو الخدمات التي عندي بهذا القطاع لأنه كان فيه ترند عالي وما يكون بالضرورة هذا الشيء صحيح أحيانا لأنه صار فيه تشبع بالسوق فنقدر نقول أنه ممكن كل شيء يتم بيعه في حالة إذا كان يحل مشكلة أو يضيف قيمة حق الشخص الذي يشتري إذن شون للناس خصوصا أصحاب المشاريع يعني هو يريد أن يكون مبادر بحيث أنه يعرض شيء يديد بالسوق هذا الشيء برسك أنه أنت منتجك يديد يمكن المستهلك أو المجتمع ما يعرفه لكن يمكن يكون مطلوب حين شلون أنا ممكن أي شيء يديد وسوقه صح وأخلق الرغبة أن الناس تستخدمها الخدمة شوف أنت حتى ذكرت نقطة مهمة قلت يا شلون أقدر أسوقه وهذا ترى مجال ثاني بعيد عن مجال المبيعات ممكن يتصلون مع بعض يعني التسويق والمبيعات يشتغلون مع بعض 100% ولكن كل واحد منهم لخطط لستراتيجيات لمهارات لأبعاد مختلفة لطرق تطبيق غير فأنا أعتقد أن شلون ممكن أحد يرغب المجتمع أو السوق في منتج معينة وخدمة معينة هذا كله يكون عن طريق البحث التسويقي اللي نسميه ماركت ريسيرج أو عن طريق المتخصصين بالتسويق بعد ما يخلقون هذه الحاجة بعد ما يخلقون هذا الأفكت اللي موجود في السوق يؤون متخصصين المبيعات ويقولون أن هذا المنتج حق هذه الشريحة ويتممون البيع عليهم فهو مجالين مختلفين فأنا أعتقد أن ترغيب المنتج أو الخدمة بالسوق يكون عن طريق التسويق أكثر من المبيعات أغلب أصحاب المشاريع اللي خلنا نتكلم مو اللي خذ قال له محل وعنده يعني موظفين وعنده كوس يعني بنهاية مصارف لازم يسددها دائما نبلشون في البيت يقولونها ما بيحط على نفسي مصاريف زايدة وهني نفس الإجابة اللي ذكرتها فيصل أن يفكر أنا الآن ببيع أي شلون ببيع شل الطريقة المهمة هذه يمشي من عندي شوفي روان هذه نقطة مهمة وتكلمت عنها بأكثر مرة اليوم إذا كان البزنس صغير سواء كان عن طريق السوشيل ميديا الناس اللي تبيع بالسوشيل ميديا أو عن طريق الهوم بزنس لفترة معينة يفترض أن هذا الشي يوقف يا أما يكبر يا أما يغير الكونسط أو مفهوم العمل لأن اليوم كلما كبر الشغل كلما صارت المبيعات أعلى من الصعب تطويرها ويمكن يكون يعني أكاد من المستحيل تطويرها إذا كانت فقط عن طريق السوشيل ميديا أو عن طريق الهوم بزنس لأنه ما في بيانات ما في قاعدة عملها ما في تحليل حق البيانات اللي صارت ما في تحليل حق عدد المبيعات ما في تحليل حق عدد المنتجات والخدمات اللي مباعت لأن الأدوات قليلة ومحدودة إذا كانت في سوشيل ميديا أو عن طريق الهوم بزنس فيفترض التوجه يكون من تطور العمل أو البيزنس هذا من السوشيل ميديا أو من الهوم بزنس يا أما إلى محل تجاري أو عن طريق ويب سايت اللي نسميه متجر إلكتروني هذه الأمور لازم تكون موجودة في مفهوم الشخص اللي بيبلش البيزنس سواء ببلش ببيع منتجات على السوشيل ميديا وأنا دائما أقول أن البيع عن طريق السوشيل ميديا ترى خاطئ لماذا؟ هذه أدوات تقيس أو أدوات تساعد في تسويق أو ترويج المنتج مو أساس مو أساس بس إذا تم فيها بيع لمدة طويلة معنات البيع قاعد يصير بناء على عرض منتج اليوم وممكن يختفي ما حطيت شيء اسمه brand positions ما حطيت شيء اسمه awareness على المنتج أو وعي أكثر على المنتج فأنا اللي سويته مجرد حملات تسويقية بس وتممت بيع معين ولكن ما عندي بيانات أنا اليوم عشان أطور المبيعات حتاج يكون عندي database حتاج يكون عندي client database أرقام للمبيعات عدد المنتجات اللي بعتها هذه كلها ما توفرها السوشال ميديا بما أننا نحن في فترة العياد الوطنية أنا راح أضرب هذا المثال وأتوقع هذا المثال الصح المشاريع اللي تطلع بس في المواسم والمناسبات يعني من الآن عندنا بالعياد الوطنية ما شاء الله قاعد نشوف الكل قاعد يتفنن مثلا يشاركوا معك الفرحة يحط لك منتجات ممكن أن أنت تستفيد منها يستانسون على الربح السريع اللي قاعد يصيره الحين بس يخلص الموسم يقول لكم زينا أنا بتم على نس المبلغ اللي كان يشتون أحافظ على مبيعاتي يعتمد على بداية المشروع شلو نصار في المبيعات يعني هل كانت الفكرة مؤقتة علشان هذا الموسم يعني في بعض المشاريع يكون عندهم مواسم مثلا الأرمضان العيد العيد الوطني فأثناء زيادة المبيعات في العيد الوطني طبعا هذا يختلف بعد بحسب النشاط يعني في النشاط أكل في نشاط ملابس في نشاط خدمات تكنولوجية الأمور هذه مختلفة تكون الكل يستغل المناسبة عشان ممكن يا أما يزيد الوعي عن المنتج اللي عنده أو أن يزيد المبيعات ولكن ممكن تكون المبيعات في هذا الوقت مؤقتة أو ممكن ما تكون مربحة وايد لأنه غالبا بهذا الشهر يكون فيه خصومات فالليصير أحيانا أنه لا والله بخصومات يمكن في بعض الأماكن في الخصومات لكن فيه ناس تستغل هذه الفترة تبيع لك منتج وايد عادي بس بسعر وايد مرتفع ويقول أنا أدري الناس تبيه يمكن هامش الربح يكون عالي بس كحملات تسويقية نحن نخصم عشان العيد الوطني وهذا الشي عادي وطبيعي لأنه اليوم حتى أنا فيه شغلة وايد مهمة في موضوع المبيعات أتكلم عنها أنه إذا كان الشخص يحاول أن يسوي خصومات معينة إذا ما كانت مذكورة من ضمن خطة المبيعات من بداية السنة من غير الصحيح أن يسويها عشان بس العيد الوطني أو عيد الفطر أو رمضان يعني مو بطريقة عشوائية ممكن قرارة لو تنرحي خصومات يلا بسوي إياهم خصومات لا لا أبدا لأنه لو كان فيه خصومات روان بطريقة عشوائية معناتها الكلام أنها ستنعكس على هامش الربح بشكل سيء لماذا؟ لأنه اللي يسوي خصومات حق الأعياد أو المناسبات بشكل مفاجئ يسويها لسبب واحد اللي هو ردة فعل لأنه كان فيه مبيعات نازلة عندهم لنزول المبيعات سواء هذا الشيء ليس لأنهم يحطون هذا الشيء من ضمن الخطة التي يحطونها في المبيعات من بداية السنة لأنني دائما أرفض هذا المفهوم وإذا كانت المبيعات مؤقتة أو كانت الفكرة مؤقتة في عيد وطني أو أحد الأعياد أو المناسبات البزنس هذا ما رح يكون لثوابت ولا أبعاد ولا ممكن يوقف بسرعة لأنه طلع أساساً يعني الفكرة طلعت علشان مناسبة إذا كانت هذه الطريقة أما إذا كانت الخصومات علشان المناسبة يفترض أن الخصومات تكون من بداية السنة مخطط لها مو بشكل عشوائي ومفاجئ إذا ولي ما يعني دش به المناسبة ونشوف أنه إقبال شراء مثلاً تكون عالية رمضان مثلاً يوم اللي أوم بداية السنة عيادنا الوطنية لكن هو حبي شارك في هذا الموضوع عشان يرفع نسبة مبيعاته لكن ما رتفحت نسبة المبيعات نيوه ما استغلها صح كان عنده خلل بمكان ومن الطبيعي أنا نفس ما قلت لك قبل شوي إذا ما كانت هذه الأمور مذكورة في خطة المبيعات ما رح ممكن تناكس على مبيعات زينا مذكورة وسو اللي عليه وصارت معناتها في خلل ثاني صار اللي هو يمكن مهارة البيع كانت ضعيفة يمكن استراتيجية أو خطة البيع كانت خاطئة ومو مدروسة في السوق علشان تجد هذه من النقاط المهمة اليوم لما ننطور المبيعات ما نعتمد على العامل واحد مو على العامل العروض والخصومات ولا مهارة بروحة نفس ما هذه كرتش ولا استراتيجية المفروض أن يكون في عندي سيستم كامل المتكامل اللي هو سيلز مارجمنت لما تكون هذه الأمور كلها موجودة رح توصلني حق يا أما مبيعات أفضل يا أما على الأقل تحليل الخلل اللي صار لو كان ما فيه مبيعات من هو يطيح دائما بها الفخ أنه تقول من أول ما تبلش البزنس مارك لازم تدري أنه كل شهر رح يتخلك المبلغ وصلت لبريك إيفن لازم بهالسنة بعدها تحقق أرباح ولا المشاريع اللي عدت شوط والحين لازم يحقق ربح تطلب مننا أنه مفروض أنه حقق هي لازم تكون من بداية المشاريع وهذا طبعا يعني ممكن نقول أننا الوعي في مجال تطوير المبيعات ليس موجود بشكل كبير عندنا لأسف صحي هنا أنا بروحي تكلمها فأنا أعتقد أن الوعي موجود علشان غالب المشاريع أو من اللي يطيح به الفخ أغلب المشاريع اللي يركزون على المنتج فاليوم أنا عشان أطور البيع تطوير المنتج نفسه أو تطوير الخدمة اللي نسميه ما رح يدي حق بيع ما في شيء يسمى المنتج بايع نفسه من نفسه ممكن يكون لفترة معينة لأنه كان فيه ترند عليه بس بعدين إذا ما كان فيه مهارة صحيحة ولا فيه استراتيجية ولا خطة من الصعب أن هذا المنتج تزيد مبيعاته أو ينباع بطريقة زينة بالسوق علشان تذي الخطأ اللي يصير أو الناس اللي يطيح بهذا الخطأ نفس ما قلتها أنه يركزون على المنتج على تطوير المنتج والخدمة أكثر من تطوير مهارة البيع وخطة المبيعات في السوق صح وهذا يمكن نقعد نشوفه بأغلب المشاريع ويمكن نحن الناس اللي ما عندنا خلفية وليش هذه الأشياء قعد تطير مثلا نشوف مشروع فتح وكلف على عمره بالديكور وبطريقة المنيو وهم خطة تسويقية ويمكن ما يمشي سنتين ثلاث سنين نشوفها سكر فهني لأنه يركز أنه يفتح ويبيع بدون أن يكون عنده خطة واضحة أكثر موضوع الخطط بعد روان هم شوي ممكن يكون غامض أو تريكي نفس ما نقول لسبب لأن دراسات الجدول التي تصير وخطة العمل وكلها ما تكون واضحة 100% يعني حتى في حتى في التخطيط حق البيع في جانب من التخطيط حق المبيعات اللي نسميه سيلس فوركاستنج لازم أن نعرف عدد المبيعات أو الأرقام اللي راح تسويها خلال فترة معينة هذا دايما وأبدا غير دقيق فعلشان ما ننصح أن الناس يأخذون قرار بناء على فقط الفوركاست هذا أو التنبؤ في المبيعات ويترك أمور ثانية وايد مهمة من نفس الخطة والمهارة والاستراتيجي اللي بيمشي عليها والفيدباك اللي راح يأخذها من السوق هذه الأمور وايد مهمة ويأخذ قرار بناء على التخطيط اللي سأول أرقام زينة أكمل أرقام مو زينة ما أكمل وهذه كلها ترى كلام على ورق وأرقام على ورق ما في شيء منها واقع وعملي في السوق علشان تريد دايما التخطيط في المبيعات يكون من جانبين تخطيط الأرقام وما نأخذ عليه قرار كامل والتخطيط الثاني اللي هو تخطيط مهارات البيع واستراتيجيات البيع اللي هي النشاطات اللي راح أسويها شنو ممكن أسوي في السوق من مهارة أو خطة للبيع وممكن تنعكس على الأرقام اللي أنا حطيتها والسؤال يسألتي حتى في بداية المشروع يمكن ندخل في في مجال اسمه اللي هو التطوير الفكرة نفسها وهذا قبل موضوع يعني هذا اللي هي المرحلة المبكرة وايد على موضوع تطوير البيع والخطة والاستراتيجيات وغيرها وايد ما ظنت أن أغلب أصحاب مشاريعي يدرون عن هالخطوات يعني في الخطوات اللي واضحة ويحط بباله يلا أنا محتاج أسوي مثلا دراسة جدوى بعدين يبلي شخص يسوق لي بعدين يبلي مهندس يضبط لي هذا فأحس لأنه في هالكلمات الكبيرة اللي نسمعها دائما بس في تفاصيل يعني حكم أن أنت متخصص في هذا الموضوع يهمك أن تقعد مع صاحب المشروع وتعرف منه أنت لحظة تبيت للمشروع عشان تربح بس يعني كفلوس ولا تبي مشروع لأنه والله أنت هذا مشروع لأن هذا مجالك هذا تحبه ورح تتحمل إذا حاشتك الخسارة ما أدخل بهالمجال اللي أدخل فيه لو تكلبت معاه على موضوع المشروع اللي عنده أنا دائما يعني يكون اختصاصي في جانب المبيعات أكثر من أي شيء ثاني بحكم هذا اختصاص يعني وأنا أؤمن أنه في كل مجال اختصاص معين فمن الصعب أنه واحد يدخل نفسه بكل هالأمور ولكن اللي هم وايد أنه إذا كانت إذا كانت فكرة المشروع أو المبيعات اللي راح تترتب عليها تحل مشكلة معينة أو تضيف قيمة إذن هذا ممكن أن يكمل في السوق ورح يشوف نتائج وايد زينا إذا العكس لا والحين ترى هم كنت قلت بعد روان أنه في وايد من الناس ما يعرفون هالعوامل أو هالأمور هذه إحنا اليوم في وقت ما أعتقد أن المعلومة صعبة إحنا في وقت اليوم كل المعلومات والعوامل والأمور والدراسات والدراسات العملية اللي تأثر على تطوير المشاريع موجودة بكل مكان لو كانت معلومة ترى في الإنترنت لو كانت دورات تدريبية في إحنا عندنا من أفضل المدربين والمتخصصين في المجالات كلها فعلى كثرة الداتا هذه أنا ما أعتقد أنه في نقدر نقول عذر أن الشخص ممكن ما يقدر يطور مشروع معين إلا بحالة واحدة شنو تلاقيين كل البيانات هذه موجودة بس أحياناً إخفاق المشاريع أو حتى إخفاق بيع معين لمجال معين ترى من الشخص نفسه هو؟ نعم من الأتتتود الشخصية المهارة يا أما ما يستثمر بنفسه أو أنه يشوف نتائج هل يتلك كيس مثلاً فيصل قال لك أنا ما دري لماذا منتجي ما يبيع كل شيء سويته صح رحت وخذيت الدورات ودراس ورحت حق مختصية منتجي مقعد يباع مقعد يباع طبعاً وطور الخدمة اللي عنده وحط خطة استراتيجية مبدئية بس لما دخل السوق ما تواكب مع الفيدباك أو العناصر الأساسية اللي موجودة بالسوق من ضمن ردة فعل العملاء شكثر ممكن باع منها هل مبيعاتها كانت في سيزن معين ولا كانت في أوقات معينة هو شافها فهذه الأمور كلها المفضل يأخذها بعين الاعتبار علشان شدي يطلعون السوق غالباً ويقولون المنتج عندنا ما قاعد يبيع لأن ما عنده بيانات نحلل عليها مثلاً أقول لأعطني المعطيات حتى أشوف معاك يقول لأنا عندي هذا المنتج بس مو كافي هذا الشي حتى واحد يأخذ قرار الكثير من المشاريع يمكن فيصل نقولها بالكويتي ماشي على البركة ومشاء الله تلقاه هو ماشي وقاعد يبيع وناجح يقول ولا حطيت لي خطة شونا زيت مبيعاتي ولا فكرت بيوم يا إبلي خبير يقعد وياي ويفهمني هالأمور وفي من يقول لك لا حتى وانا ناجح وصدج ما كان عندي خطة وافحة في البداية وأنا ناجح قد أحقق أرباح هل ممكن هم يستعين خبير وهو ناجح الحين ما عنده أي مشكلة هو حتى موضوع النجاح ترى بعد روان شوية هم أحياناً يختلف من شخص لي شخص هو مقتنع بنجاح فيه أشخاص ممكن يسوون مبالغ أو مبيعات وايد كبيرة ويعتقد أنه وصل للنجاح وفي البعض أنا أعتقد أنه سوى مبيعات يمكن أكبر من اللي سواها الشخص الأولاني ولكن يعتقد أنه فيه مجال التطوير أكبر فهو دائماً عشان شدي قلت لك يعتمد على طبيعة الشخص نفسه وسلوكه في التطوير فأنا أعتقد أن إذا كان الشخص يعتقد أنه ناجح ممكن إذا ما استعان ما بيقول إذا ما استعان أبيقول إذا ما دخل في مجال التطوير أكثر أنا أعتقد أنه لمجال المعين رح يوقف في وائد شركات تطلعت من غير ذكر أسامي وصلت لي مبيعات جداً هائلة بس اليوم ترقعت واجه تحدي وائد كبير المبيعات مبيعاتها ممكن توقف أو تنزل لأنه بدت على ترند معين وكبرت وائد والحين صار في عندها دروب أو خنقول استقرار في المبيعات لأنه ما في خطط واضحة من البداية ولا طورتها الحين فأنا أعتقد أن هذا المجال يمكن لوقت معين يتم التطوير فيه أو أنه رح يواجه نزول في المبيعات عشان يرغبون العيل الكاستمر أنه يتم يروح ويرجع على نفس المنتج وما يقطع وفي ناس يهمها يقول أنا أبي اللوي الكاستمر العملاء الأوفياء اللي مهما يرد لي أنا ما أخلي يروح أقاح الثاني حتى لو كان عندي منافس محافظة على هذا العميل وأنا أشوفها ذكاء من بعض المشاريع يقولك أنا مو مهم عندي الوكاستمر اللي ديش عليه بس مرة واحدة ويروح وما يرجع لي أنا أحافظ على عملاء الموجودين وخلاص أبني ربحي عليهم هو طبعا في كل مشروع روان في عندنا نوعين من العملاء في العملاء اللي يشترون من أول مرة وفي العملاء اللي هم اللي يشترون في كل مرة مرة ثانية من نفس البزنس الحين اللي قاعد يصير في أغلب المشاريع أو ممكن حتى ترى بعض الشركات الكبيرة أن يحاولون كثير ما يقدرون يطورون شريحة العملاء اللي يدد اللي بيشترون منهم وممكن يتناسون العملاء اللي كانوا موجودين يشاروا منهم البيع دايما على العميل اللي يشترى من أول مرة من أول مرة وبعت عليه مرة ثانية يكون أفضل من العميل اللي يشتري مرة ثانية بشكل يديد لسبب لأن العميل اللي كون موجود عندي أورادي عرف احتياجات البزنس عرف المنتجات أورادي خلاص مؤهل الشراح من هذا المشروع عرف الأشخاص اللي بيعون داخل فهذه تكون وايد أسهلة أكثر من مشروع أو أشخاص يدد ممكن يشترون من هذا المنتج في الختام فتت بتوجه رسالة لأصحاب المشاريع اللي مركز على التسويق وناس المبيعات أو أنا خنقول مختلط على الأمر حسبان لأنهما واحد شوفي روان أنا أفضل شيء ممكن أوجه فيك نصيحة حق المشاريع أن اليوم موضوع تطوير البيع نفس ما قلت أنه ما يمنع عام الواحد ولكن يبتدي من الاستثمار بالوقت والجهد حق الشخص نفسه سواء في تطوير الفكر في البيع سواء في تطوير المهارات تطوير الاستراتيجيات والخطط اليوم صاحب المشروع عده ما أعرف يبيع المنتج من الصعب بالمستقبل أنه يعين شخصي بيع لهذا المنتج أو الخدمة لذلك يجب أن يعرف كل الأبعاد مالة المنتج وبيعها مرة ومرتين وعشرة بعدين يمكن أن يعين ثريق المبيعات نعم دائما نستفيد منك من نصايحك فيما يخص المشاريع ونعرف كيف يمكن صاحب المشروع يطور من عمره واحدة من نقول كأنها استشارة مجانية النوعية من هذه اللقاءات أنه ينتبه صاحب المشروع وين الغلط ويعرف ويعدل فكل الشكل لك ضيفنا فيصل محميد باستشاري ومدر في المبيعات حياك هذا معنا اتمنىك إن شاء الله يوم سعيد يا رب الله يسلم اشتركوا في القناة